رسالتنا إلى الحكومة العراقية أن تنظر بحال المزارع وحال الفلاح لأن حالة من سيئة إلى أسوأ هذا من جانب الجانب الثاني شحت المياه شوية صارت عندنا كلش قوية وإحنا مقبلين على موسم زراعي صيفي وأكثر الناس عايشة على الزراعة فإذا الماء الشح كلش قليل يعني صار وصارت القضية الشكية راح صير هجرة من الرياف إلى المدن وراح تنترك الأراضي الزراعية فإحنا الناس بدون الحكومة توفرنا الماء إحنا كناس مزارعين يعني شوية وضعنا هم تعبان يصيروا شوية والقضية السماد غالي هذا من جانب صار طن السماد الدابة مليونين دينار اليوريا صار بواحد ونص أضافة على البذور شوية هم قليلة هم ريد الدولة شوية تدعم البذور كانت الناس حتى على الأفرع تزرع حس الشطوط الرئيسية ما جاي تزرع ماي ما عدنا حتى الحلال نهسة قليل يعني حتى الإسالة ماي جاي السحب إنا يعني مو نظيف جاي حتى حتى الإسالة جاي يعانون من هالمشكلة جاي عالجون الماء يعني شو في الآسنة يعني اشتركوا في القناة